السلام عليكم متتبعي قناة اسمها سيك خيساليير رجعت لكم بوصفة جديدة خفيفة ودريفة كما عودتكم وزعات العادة وصفة الكنافة بالخوماج بيانسوع كنافة نابلسية ولا التركية كل واحد كيفاش يسميها طلبتوها مني بزاف و اكيد ما رحش نحن لكم مع انو الناس كامل تعرف تعملها و تعرف تعملها اكيد الوصفة تعنا اول حاجة رح نبدأ و نديرو السيرو تعنا انا انا قدرت ثلاثة تعليبول سيك خيستاليزي نغمال نزيد عليها ربعة تعليبول نتع الماء نخلط كل شيء مع بعضها نزيد لهم نخلطو لتو كما يلزم و نحطوها فو النار و نخليوها تغلي كي تبدأ تغلي نحسبو لها 15 مينوت و نطفيو عليها هذا بما يخص السيرو التاعنا اللي نبدأو بيه اول حاجة نروح للكنافة انا احنا يا الكنافة هاد الماركة اللي نستعملها اللي هي تعلية توق بالامانة و عمري مشت ماركة اخرى هنا في فرنسا سيتو جو هدي هي اللاسل اللي نشوفها تتباع اللي هنا وهدي اللي نستعملها و مليحة راضي عليها الحمدلله هنا انا عندي انبول معمر تأس من دايب و بارد بيان سيخ و لاباني هذا اسم اللي وصفة تعنات عنه اليوم هنا نحلقه طايف تاوين هادا كي ماركو تشوفو نحلهم شوية اكيد ما رحش نستعمل كامل هالكمية انا رح ندير دوبتي بلاتو هادا مكان نستعمل اللي من نص التاحة يعني نص نقسمه اعنازوج كي ماركو تشوفو ما رحش نستعمل كونتيتي كبيرة هادا بما يخص الكنافة نقطعها مليح مليح جيت بسيزة نحلها كي ماركو تشوفو قبل بسكو تجي ناشفا و تجي داخل في بعضها نحلها و نقطعها رقيق كامل رقيق يعني بيانكم يلفو تأدو ترحيوها في البلاندور اذا ما حبتوش تقطعوها لنقطع في اني نقطعها غيكي من هادا بسكرة هي طريا و مليحة او بلس ما عنديش كونتيتي يعني لي كبيرة يعني اللي رح سيغبني ولا لانتو ما درسوا كونتيتي كبيرة استعملوا الروبو البلندور تاعكم حي ساعدكم خير من بعد ما قطعت ها هاكدا كما لكم تشوفو ارقيق بيانكم يلفو انا عندي هنا هادا الفخوماج فخوماج سبيسيال كونفة اللي كنت جبته معايا لا تيركي يعني من اخر زيارة ليا الترك جبت معايا الفروماج الخاص بيهم سينو الى ما عندكمش قدت تستعملوا المتزاري العادية ولا هنا فسنا صارها موجود يعني الفخوماج انتع الكونافة ولا في البلاد ولا اي مكان وعد اخر ستعملوا المتزاري العادية نزيت لها هنا يوحد دو كوياغ صغار انتع الافاني بيان سير نخلط كل شي معا بعضها على هاديك الكونافة ونزيد شوية انتع السمن يعني كل كبتي كوياغ الدمان نشمخها شوية عندي هادولي بلاتو سيحته وما انا جبته معايا املا تيركي مع انهم يتباعوا لهم انا يتباعوا في كل بلاسة ولكن هنا يعني هايدا كيمشي تيركي يعني صبتم يتباعوا يتوشيز كل شي معا بعضها وجبته معايا نخلط هادي الكونافة مع ذاك السمن ديالي اللي دايب وبارد ولا فعني يعني اكيد تعرفوا بلي الكونافة لازم لها السمن يعني ما تجيش بالزبدة يعني تقدرو تعملوا بالزبدة بيزا ما افغموا البناطا حايتو اجيب السمن ما تجيش بالزبدة ولا لما قغين ولا اي حاجة نخلط كل شي مع بعضها يعني من شمخها شتولي تقطر يعني شوية شوية هنا نزيد لها خمسة احتست تعليق وياختاع السيرو السيرو اللي كان صبق عليه وطيبته ويكون بارد بين السيرو نزيد لها يعني هاداك ولا حمد لها هديك القرماشة الكونافة انتعنا سي هاداك السيرو لازم نشربوها بالسيرو قبل ما نخدموها مع هاداك السمن ولافاني ونخلطوها نعود كل شي مع بعضها من هالطريقة هدي هنا نجيب البلاتو تاعي وندير كمية الليلة من هادو كل القطايف تاعي ولكونافة هاكدا نحلو نحاولو نحلوهم مليح باش يجيونا بياه كمية الليلة ماشي بزات تعرفوا بالخبيزة تاعناتها القطايف فهدي هادا هادا كمية الليلة خديدة مناسبة في هذا البلاتو انتاعي كما ركوم تشوفوا يعني وصفة سهلة يعني أحبيت نلبي طلب المتتبعين التاعي كل مراء هو اللي اسمه هندي لنا القنافة اسمه هندي لنا بالفخماج بلمددتها لكم بالقشدة كما يقولو ديجاني عاملتها من قبل ديجا لا كائين فيديو انتاع القنافة بالقشدة التارية انا نستعمل لدوزين بلاتو كي نضيّر على الكنافة نضيّر على الكنافة كما رأيكم تشوفون كي نضيّر على الكنافة كما رأيكم تشوفون كما رأيكم تشوفون نستعمل هذا الفروماج كما سبقا ليدك تعودوه بالموزاريلا انا هذا جبت معي ماتشوكي بعض الكلام وأكيد نضيّر على الكنافة سنحن نضير بالموزاريلا لأنه عُوضها عنديك بعض الالغو أتضع قوم بخري حتى عندما نضيّر على الكنافة فلنحن لديها ايضا ويشبه للموزاريلا أتضع ليقوم بالشروب الموزاريلا لديه بشكل ك 아니 لديه لماذا أشكد حديث هذه القميه نستطيع يمكنها ضب likati تحباليون من التحديد قميه كبيرة نستطيع تخدمي شكل make اكيد لا نصل الى الاطراف لكي لا تخرج الى الطياب ونعود ان نغلق بالكمية كنافة المدهونة بالسمن واللافاني وهذا كسيرو يجي هايلة وشبا ويجي ابنينة كينا حاجة يمتي طغو محكي صغيره انه لهاد الكنافة هاد النوع منها يعني القطايف تنتكل سخونة لو كانت تبرد ما تجيش بنينة لو كانت تبرد ما تجيش بيان سراحة انا دلكني نطيف فيها في النهار وطماتيك ما يحيكلها غتراري تنتكل سخونة باش الفورماج يكون جديد وفا تبرد ما تجيش بنينة تماما 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 ما تجيش بنينة وهذا رأيي ويبقى يعني احترام من رأيي الاخر ثاني مليح نعود نجيب البلاتو الزاوج ونعصر عليها ببيان نزيرها ببيانكم يفوق المليح ونتأكد باللي يعني ما راشكين هادا كله في خوماج تعيبان ولا حاجة ورها مغطي بالقطايف مغطي ببيان هاكده كما راكم تشوفوا ووالا اهنا نعود دركا نرش عليها شوية انتع السمن ادايب هاكده كمية الليلة نشي الليلة كامل ولكن مليحة يعني نسقيها مليحة بالسمن لانه راح تطيب في هادا كل السمن لازم كمية تكون مليحة انتع السمن هاكده هاكده نسقيها كامل انا هنا البلاتو التاعي ما راش نطيبه في الفرن انا نطيبها غير فوق النار وصراحة يعني النتيجة هايلة اروعة فوق النار سيميلا لاني نديرها في الفرن يعني فوق النار هاكده نبقى ندور فيها كما كنت شوفوا بهذه الطريقة هي طلب وانا ندور فيها باشي تحمر مكامل لجناب وتشرب شوفوا هنا مرة على مرة نشوفوا كيشوفوا بدأت تحمر من الجناب شوفوا نديكوليوها هاكده تكون مواجدة هنا قلبتها شوفوا تحمرت الله الله يعني ما شاء الله ابيانكم الفو غير فوق النار يعني سبب ويجي تحيوها في الفور ولي حبيديها في الفور يعني هذا كدبر ريسانكم انا عمري منتها في الفور غير فوق النار نطيبها شوفوا رهي تبقبق ما شاء الله روعة يفوت تحمر دركة وهي سخونة نطفي النار أبو نرمي عليها هادوك شربات وهي تبقبق شوفوا يعني ما شاء الله ما شاء الله المنظر روعة روعة روحة صراحة جيت طب و جيم قرمشة وسبب هادا كسيرو اللي درناه في القطايف تعنا في اللوبل جيم قرمشة اهنا اكيد التزيين اختياري كل واحد يزين كيما يحب هادي يعني مجرد فكرة لكم تعرفوا يعني تزيين كلاسيكي ما كانش حاجة جديدة توجو نفس الشي نديروهم بطريقة واحدة انا قدرت شوية على البيستاش في النص شوية على المكسارات في الجناب هادا كل ورد الشوش اللي ذوقت به يعني في النص يجي شباب ويجي هاي هنا عندي شوية تشكيلة على المكسارات بين جوز و لوز و اكاجو وبندق و بيستاش ونخلط طفلا رحيتهم شوية شوية يعني هكدا وكون كاسي ونديكوري بهم هكدا ديكور اخفيف في ضريف كما راكم تشوفوا من هالطريقة هادي هذا كان باللمسة متاعي كان وطايف باللمسة متاعي ان شاء الله تعجبكم و تجربوها نستنى لي وطوخ متاعكم عبر الصفحة التاعي اسماها سيخيصالي ولا الانستقام متاعي اسماها سيخيصالي نفس الشي نستنى انا متأكدة انكم رح تجربوها و رح تبعتولي كيف العادة و كما تعودنا و رح تبعتولي و انا رح مبرتاج لكم عندي في الانستقام و في الصفحة التاعي تطبيقات متاعكم كما تعودنا هذا الديكور تاعي انهار اليوم نتمنى ان شاء الله كانت نالت اعجابكم هنا انا حبيت يعني تشوفوا نتيجة نهائية و حبيت نقصمها لكم بس كل مرة يقولوني اعلى شما قصمت سينا اعلى شما قصمت سينا ولا يعني ما جيبا فيها تنسو و هاك نبدأ نقصم لكم باش تشوفوا اهنا حبيت نقصمها باش تشوفواها كيف اجتت فغيمو تمنيت لكم اخليت لكم الصوت تشوفوا كيفاش هديك القرماشتها بس كوبين سور هي عادة اسخونة انا احنا قصيت الفروماج و شوفوا كيف يجي فغيمو الاستيكي روعة ما شاء الله شاهدكم في الجنة في هذا رمضان فغيمو صراحة طب جي طب جي طب روعة صحة افتركوا